مع استمرار اللقاءات والمشاورات بين وزراء خارجية الدول الست الكبرى ونظيرهم الإيراني محمد جواد زريف في فيينا قد أكدت الولايات المتحدة تتمديد الاتفاق المؤقت بين القوى الست الكبرى وتهرام بشأن الملف النووي الإيراني حتى الإسنين لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المحادثات للتواصل إلى اتفاق النهائي فيما أكدت الخارجية الأمريكية وجود بعض الأمور التي يجب حلها وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن طرفي المفاوضات اتفق على تمديد المحادثات إلى غاية الاثنين المقبل وهو ما يعد تمديد الثالث المفاوضات المستمرة منذ نحو سنتين كما أكدت مصادر روسية أن إيران لا تقبل أن تستمر العقوبات بشأن حظر السلاح أكثر من ستة أشهر وتطالب برفعها بعد ذلك وفي برلين أعلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن بلاده تعتقد أن من الممكن التواصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى في غضون أيام وفي تهران أعرب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي عن اعتقاده أن المفاوضات بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد قد وصلت إلى نهايتها